على مسافة أيام من انتهاء مهلة تقديم الترشيحات منتصف الشهر الجاري بدأ هدير الاستحقاق الانتخابي يطغى على المشهد الداخلي مناصفة مع الاستحقاقات المعيشية والحياتية المكينات الانتخابية يجري تزييتها والانتخابات في موعدها وبعد سقوط الميجا سنتر بات المطلوب من الحكومة أن تنجز كل التجهيزات اللوجستية والتقنية التي تؤدي إلى أوسع مشاركة للناخبين ليعبروا عن خياراتهم الديمقراطية وربطا بهذا الاستحقاق يعقد رئيس مجلس النواب نبيه بري الاثنين المقبل مؤتمرا صحفيا في عين التيني سيخصصه للحديث عن ملف الانتخابات النيابية على المستوى المعيشي بات جدول تركيب أسعار المحروقات يمثل نكبة لللبنانيين الذين ما عادوا ينتظرون صدوره لما يحمله من ارتفاع متزايد حيث لامس سعر صفيحة البنزين الخمسمائة الف ليرة دوليا لا تزال الأزمة الروسية الأوكرانية تتصدر واجهة الأحداث في العالم الذي يسعى لتكثيف مساعيه على خطوط حفظ أمنه الغذائي والاقتصادي والسياسي فيما تواصل القوات الروسية تدميرها مواقع عسكرية أوكرانية أطلق القادة الأوروبيون في قمة فرساي مواقف دعت للانسحاب الروسي من دون شروط بموازات إعلان عن استعداد أوروبي بالمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار بأوكرانيا وعلى خط المواجهة الأوروبية أعلن الرئيس الفرنسي العمل للخروج من التبعية للغاز الروسي بحلول العام 2027 ومؤكدا في الوقت نفسه أن مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مفتوحا ومن فيينا غادر رئيس الوفد الإيراني في المحادثات نووية مع توقف المفاوضات بعدما كان تم الإعلان في وقت سابق عن استئناف التفاوض خلال يومين وأن النص النهائي للاتفاق بات يحتاج إلى لمسات نهائية ترجمة نانسي قنقر